بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية لقاؤنا اليوم مع مراجعة عامة على جميع دروس القراءة التي درستموها خلال الفصل الدراسي الثاني وسنبدأ بدرس الحمامة المطوقة حمامة المطوقة وسنقدم عرضا سريعا لأهم أحداث هذه القصة التي يتناولها الدرس قبل أن نبدأ في الأسئلة ينقل الكاتب عبد الله بن المقفع يابني هذه القصة عن جماعة غير معروفة وحدد مكان القصة بأنه في إحدى مدن فارس بمكان يقبل عليه الصيادون كثيرا وتبدأ القصة بأن الغرابة وهو في عشه رأى صيادا مخيفا قادما نحو الشجرة التي يسكنها فحدث نفسه بأن هذا الصياد قد جاء لقتله أو لقتل غيره لذلك قرر مراقبته ليعرف ماذا سيصنع أقام الصياد يا أبناء شبكته ونثر عليها الحبة متفرقا واختبأ بعيدا يلاحظ ويراقب شبكته ومرت الحمامة المطوقة وصديقاتها على الشبكة فأغراهن الحب فنزلنا يلتقطنه فوقعنا في الشبكة وأقبل الصياد فرحا على شبكته بدأ الحمام داخل الشبكة يتحرك في كل اتجاه باحثا عن طريقة للتخلص من الشبكة ووجدت الحمامة المطوقة أن التعاون بين الحمام سيكون من أهم أسباب النجاح لذلك طلبت الحمامة من صديقاتها التعاون وأن يترن بالشبكة يا أبناء معا مرة واحدة ونجحت المطوقة وصديقاتها في الإقلاع بالشبكة والارتفاع بها في الجو لجأت الحمامة المطوقة وصاحباتها إلى الفأر لكي ينقذهن من هذه الشبكة وهذا دليل يا أبناء على حسن التصرف وسألهن الفأر عن سبب وقوعهن في هذه المشكلة فأجابت المطوقة بأنهن أسرعن إلى الحب ولم يشاهدن الشبكة وهذا قدرهن أوصت الحمامة الفأر بأن يبدأ بقرض عقد بقية الحمام أولا ثم بقطع عقدها بعد ذلك فتعجب الفأر منها ومن إيثارها لصاحباتها على نفسها فسألها عن سبب ذلك فوضحت له بأنه إذا بدأ بها فسوف يمل ويكسل عن قطع عقد الحمام لكنه إن بدأ بالحمام فلن يرضى أن تظل حبيسة في الشبكة لأنها صديقته فرد عليها الفأر بأن ما فعلته من جميل الأخلاق وهذا يزيد من محبتها في القلوب والحرص عليها وبعد ذلك قرض الفأر العقد كلها ولما انتهى من ذلك انطلقت الحمامة وصاحباتها معها اقرأ ثم أجب يقول الكاتب نصب الصياد شبكته ونثر عليها الحب وكمن قريبا منها فلم يلبث إلا قليلا حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة وكانت سيدة الحمام ومعها حمام كثير فعميت هي وصاحباتها عن الشبكة فوقعنا على الحب يلتقتنه فأمسكت بهن الشبكة وأقبل الصياد فرحا مسرورا هاتي معنا نصب ومضاد كمنى وجمع شبكة معنا نصب أحسنت أقام ومضاد كمنى ظهر وجمع شبكة شباك وشبك ماذا حدث للحمامة المطوقة وصاحباتها؟ إني أسمعك تقول يا بني أن الذي حدث أن الصياد أقام شبكته ونثر عليها الحب متفرقا واختبأ بعيدا يلاحظ ويراقب شبكته ومرت الحمامة المطوقة وصديقاتها على الشبكة فأغراهن الحب فنزلنا يلتقتنه فوقعنا في الشبكة كيف تخلصت الحمامة وصاحباتها من هذه الورطة؟ تخلصت الحمامة وصاحباتها من هذه الورطة عندما طرنا جميعا بالشبكة في دفعة واحدة وذهبنا إلى فأر صديق للحمامة فقام بقرض الشبكة وبذلك تخلصنا من الورطة وحصلنا على حريتهم ما الذي نتعلمه يا أبنائي من هذه القصة؟ من ضمن ما نتعلمه ما يلي المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه التعاون أساس النجاح في الحياة الحرص والحذر مطلوبان الصديق الحق هو من يقف بجوار صديقه وقت الشدة القائد الناجح هو الذي يستطيع بالحكمة وحسن التخطيط واستثمار الطاقات البشرية والمادية أن يقضي على كل المشكلات التي تواجهه ويقود الجماعة إلى بر الأمان ضع علامة صواب أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي الاتحاد قوة والتفرق ضعف أحسنت بنيا الإجابة صواب عند مواجهة الخطر فعلى الفرد ألا يفكر في الآخرين الإجابة بالطبع خطأ حدست هذه القصة في بلاد الروم الإجابة بالطبع خطأ لجأت الحمامة إلى الأسد لكي يخلصها من الصياد الإجابة خطأ تتسم الحمامة المطوقة بخلق الإيثار أحسنت بنيا الإجابة صواب كاتب هذه القصة هو الأديب نجيب محفوظ الإجابة بالطبع خطأ ومع درس الحياة دقائق وثوان اقرأ ثم أجب يقول الكاتب لعل أمير الشعراء أحمد شوقي كان من طليعة الشعراء الذين قاسوا عمر الإنسان بالثواني والدقائق في إلماح إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق قال أمير الشعراء دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني فعمر الإنساني يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية وقد ضرب العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة اشرح البيتين السابقين بأسلوبك إن العمر لحظات وكل لحظة تمر على الإنسان فيمحسوبة عليه ولن تعود مرة أخرى وكل دقة من دقات قلبه عمل شيئاً يعود عليه وعلى البشرية بالخير فعليه أن يعمل جاهداً على تخليد ذكره ليجعل لنفسه سيرة حسنة ويخلد ذكره بعد رحيله بعمل ينفع البشرية فيصبح حياً حتى بعد أن يموت ما رأي العلماء في استغلال الوقت والاستفادة منه؟ والسؤال بطريقة أخرى أو كيف ينتفع العلماء بأوقاتهم؟ لقد ضرب العلماء لأبناء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ حيث التفكير والتأمل والمراجعة والمحاسبة وقد قيل إن تفكر الإنسان ساعة خير من قيامه ليلة ما المقصود بهذا القول؟ إن تفكر الإنسان ساعة خير من قيامه ليلة والسؤال بطريقة أخرى أو لماذا يحثون الكاتب على التفكر؟ المقصود يا أبناء أنه بالتفكر والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام فعمر الإنسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية ما الذي استرعى انتباه نيوتن؟ أسمعك تقول إن الذي استرعى انتباه نيوتن هو النظام الدقيق الذي يسير عليه الكون كيف توصل نيوتن إلى نظرية الجاذبية الأرضية؟ توصل نيوتن يا أبناء إلى نظرية الجاذبية الأرضية من خلال الخطوات التالية الخطوة الأولى وتتمثل في التأمل العميق والتفكر وقت سقوط التفاحة فوق رأسه أما الخطوة الثانية فتتمثل في البحث وترحي الأسئلة التالية على نفسه لماذا سقطت التفاحة فوق رأسه؟ ولماذا تسقط على الأرض في شكل عمودي؟ ولماذا لا تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال؟ ولماذا لا ترتفع إلى أعلى؟ الخطوة الثالثة والأخيرة تمثلت في محاولة الإجابة على الأسئلة المطروحة من خلال فهمك للدرس ما الحقيقة المهمة التي يجب أن يؤمن بها الإنسان؟ الحقيقة يا بنيا هي إن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لتنفيذ شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل ما أهم الدروس المستفادة من هذا الدرس؟ ضرورة استثمار جميع الأوقات فيما يعود بالنفع على الفرض والمجتمع تفكر ساعة خير من قيام ليلة حس الإنسان على التأمل والتفكر والبحث عمر الإنسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية تقدير دور العلماء العظيم فيما توصلوا إليه من نظريات وقوانين أفادت البشرية كان لها أكبر الأثر فيما يعيشه الإنسان من تقدم وازدهار حضاري ومع درس فالق الحب والنوى اقرأ ثم أجب إنك لتنظر إلى حبة القمح أو نوات التمر فتحسب أنك إنما تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرص كأنهما حصاطان ألقت بهم الأحداث ثم أهملتهما على أرض يباب وقلما يطوف بذهنك أن ما أمامك خزانتان اختزنتا طاقة حيوية جبارة القوى تنتظران الظروف المواتية ومعها مشيئة الخالق جلت قدرته وتدبيره وحكمته هاتي معنى يباب ومضاد تحسب وجمع ذهن معنى يباب أحسنت بني خراب ومضاد تحسب أحسنت تتيقن لأن تحسب بمعنى تظن فمضادها تتيقن وجمع ذهن أحسنت أذهان ما النظرة السطحية إلى حبة القمح ونواة التمر؟ النظرة السطحية إلى حبة القمح ونواة التمر يظن فيها الإنسان أنهما قطعتان من الجماد الأصام الأخرص وكأنهما حصاطان ألقت بهما الأحداث في أرض خراب ما النظرة العميقة إلى حبة القمح ونواة التمر؟ هذه النظرة يا ابنائي هي عكس النظرة السابقة النظرة العميقة إلى حبة القمح ونواة التمر هي أنهما خزانتان اختزنتا طاقة حيوية جبارة القوى تنتظران الظروف المواتية ومعها مشيئة الخالق جلت قدرته وتدبيره وحكمته وضح مظاهر قدرة الله في حبة القمح عندما توجد حبة القمح في ظروف ملائمة تتفتح عن عود حي يتغذى من الأرض طعاما ويرتوي من ماء المطر شرابا ويستمد من الهواء ومن الضياء فاعلية ونماء حتى ينتهي إلى حمل من سنابلة تحمل كل سنبلة منها حبات من القمح تعد بالعشرات كيف تتجلى قدرة الله في نواة التمر أسمعك يا بني تقول تتجلى قدرة الله في نواة التمر فتنفجر عن نخلة عملاقة مثل الأبراج الشاهقة التي يبنيها البشر وتأخذ من عناصر الأرض طعامها ومن غايث السماء سقياها وتحمل في جوفها سر الحياة تطرحه كل عام عراجين مثقلة بثمار حمراء أو صفراء وكأنها الياقوت والذهب في ضوء الشمس فيما تتفق النخلة مع الأبراج البشرية وفيما تختلف تتفق النخلة مع الأبراج البشرية في العلو والارتفاع وتختلف عنها في أن النخلة السامقة أي المرتفعة تأخذ من عناصر الأرض طعامها ومن غايث السماء سقياها وتحمل في جوفها سر الحياة فينمو وينتج التمور الحمراء والصفراء وكأنها الياقوت والذهب في ضوء الشمس أما الأبراج البشرية فهي جاملة لا حياة فيها ولا تتفاعل مع الطبيعة ولا تنمو مما تعجب الكاتب وعلى ما يدل ذلك تعجب الكاتب من تجلي قدرة الله تعالى في التراب حيث أخرج منه ألوانا بهية وطعوما فيها حلاوة ويدل ذلك على قدرة الله العظيمة وحسن تدبيره وبديع صنيعه ماذا يطلب من الكاتب ولماذا يطلب من الكاتب التفكير والتأمل في عظمة قدرة الله المتمثلة في أمر الحبة والنواة بعدما كانت العين تراهما كأنهما جماد لا يحس ماذا نتعلم من هذا الدرس نتعلم منه يا بني التأمر العميق والتفكر الصادق في الكون يقودنا إلى اكتشاف الكثير من أسرار القدرة الإلهية وجوب شكر الله على نعمه العظيمة ترسيخ الإيمان بالله في أعماق نفوسنا والثقة البالغة في قدرته سبحانه وتعالى وحسن تدبيره وبالغ حكمته عدم الاكتفاء بالنظرة السطحية للأمور وإنما لا بد من البحث والتعمق والتحليل والاستدلال الجيد لنصل إلى النتائج السليمة ومع درس المشروعات الصغيرة أقرأ ثم أجب تؤدي المشروعات الصغيرة دورا مهما في الاقتصاد الوطني لكثير من الدول المتقدمة والنامية ولقد حققت بعض الدول الأسيوية إنجازات هائلة خلال العقود الأخيرة مما حولها من قوة استهلاكية إلى قوة منتجة خلاقة بفضل الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تستغل الخامات المتاحة مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة هاتي معنى خلاقة ومضاد المتاحة وجمع النامية معنى خلاقة أحسنت بنية مبدعة ومضاد المتاحة المتاحة هي المتوافرة إذا مضاد المتاحة أحسنت النادرة وجمع النامية أحسنت النوامي ما أهمية المشروعات الصغيرة تصهم المشروعات الصغيرة يبناء في دعم الاقتصاد الوطني لكثير من الدول المتقدمة والنامية وهذا هو سر أهميتها كيف تحولت بعض الدول الأسيوية من قوة استهلاكية إلى قوة منتجة تحولت يا أبناء بعض الدول الأسيوية من قوة استهلاكية إلى قوة منتجة خلاقة بفضل الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تستغل الخامات المتاحة مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة تتلاءم مع وفرة الأيدي العاملة لإنتاج سلع ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين كالصناعات الغزائية والنسيجية والمعدنية والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية ما الذي تشكله الصناعات التقليدية تشكل الصناعات التقليدية مصدرا مهما للمشروعات الصغيرة التي تهتم بتراث مصر الشعبي الحي المتطور فيما يتمثل تراث مصر الشعبي من الصناعات الصغيرة يتمثل أبنائي في إنتاج العديد من المنتجات المتميزة في الزخرفة والنقش والمعادن والفخار والمفروشات القطنية والصوفية والجلود والمصنوعات الخشبية الصدفية والرخام ومواد البناء والملابس التقليدية والصناعات التطريزية الحريرية وغيرها ما الخصائص التي يتميز بها المشروع الصغير يتميز المشروع الصغير بعدة خصائص تتلخص فيما يلي يا أبنائي صغر حكم فلا يحتاج إلى مساحة كبيرة لممارسة النشاط لا يحتاج إلى تمويل كبير عدد العاملين فيه قليل حجم رأس مال المشروع صغير نسبيا نشاط المشروع ونطاقه الجغرافي محدود يعتمد على تكنولوجيا بسيطة عند بدايته كيف تسهم المشروعات الصغيرة في القضاء على البطالة؟ أسمعك تقول يا بني تسهم المشروعات الصغيرة في القضاء على البطالة من خلال إيجاد التوازن الصناعي بين الريف والحضر ومن خلال توفير فرص العمل للشباب وتوظيفهم مما يسهم في القضاء على البطالة ما أنواع المشروعات الصغيرة؟ يمكن تقسيم أنواع المشروعات الصغيرة على النحو التالي مشروعات انتاجية مشروعات خدمية ومشروعات تجارية لماذا يجب الاهتمام بإعداد وتنمية مهارات رجل الأعمال الصغيرة؟ يجب الاهتمام يا بني بإعداد وتنمية رجل الأعمال الصغيرة حتى يصبح قادرا على إدارة مشروع صغير بكفاءة وفاعلية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وإيمانا بأن هذه المشروعات تمثل النواة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر ما الذي تتطلبه الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل؟ تتطلب الزيادة السكانية خلق فرص عمل للشباب من خلال التوسع في الصناعات الصغيرة لما لها من عائد اقتصادي مرتفع بالنسبة لرأس المال المستثمر فيها بذلك يا أبناء نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا